ألف معكم قرية أفريقيا النهاردة قبل أن نستعب لكابتن الكبير كابتن أحمد السليمان معي عبرزوم الآن عرفات حجي نائب رئيس نادي يانج أفريكنز التنزاني منافس النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا يا فندم شرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا جزيلا الشرف لي أنا تواجد معكم في هذا اللقاء على التلفزيون المصري شكرا لكم بالتأكيد أسألك سؤالي الأول عن هذه المجموعة المجموعة الصعبة اللي واعت فيها مع النادي الأهلي كيف تنزل لهذه المجموعة ضمن مجموعة دوري أبطال أفريقيا كما قلت بجانب الأهلي أن تتواجد بجانب الأهلي فهذا أمر صعب لدينا فرق جيدة في المجموعة وخصوصا في مرحلة المجموعات يجب أن تكون مستعدا جيدا أن تكون جاهزا للمشاركة في هذه المباراة الصعبة نحن لعبنا بطولة كأس الاتحاد مرات عديدة وخصوصا الموسم الأخير ووصلنا للنهائي وكان لدينا فريقا جيدا لعبنا في الجزائر ورأينا كيف الحال في الجزائر وكان أمرا صعبا فبالتالي نحن معتادون على هذه الأجواء وأيضا لدينا ميدياما هو فريق جديد على البطولة ومشارك حديثا نحن واجهناهم من قبل في عام 2016 فبالتالي نحن خذنا اللقاءات ضد فرق المجموعة كلها نلعب أمام شباب بلوزداد ولكن لعبنا أمام الفرق الجزائرية لذلك هذه مجموعة جيدة بالنسبة لنا هي فرصة جيدة أن نرى أن نتأهل ونرى كيف سنتأهل من هذه المجموعة بجوار هذه الفرق القوية خصوصا النادي الأهلي هل كنت تتمنى عدم مواجهة النادي الأهلي في دور المجموعات كنت تتمنى لقاء النادي الأهلي في أدوار إقصائية ولا شايف أنك تلعب النادي الأهلي في دور المجموعات ممكن يبقى أفضل من أنك تلعبه في أدوار إقصائية بحيث أنك تجمع نقط من فرق أخرى المرحلة ستكون كما أقول هذه المرحلة لدينا اختبار قوي كما ذكرت فنحن نلعب بكل ثقة في هذه البطولة لننافس في كل حال وننافس الأفضل في القارة والأهل هو الأفضل في القارة الأهل يدافع عن لقبه كحامل للقب دوري أبطال أفريقيا فنحن نهدف أن نصل لنهاء البطولة الحالية ولنصل لذلك فيجب علينا منافسة الأندية الكبيرة وأن نثبت لأنفسنا أننا نستحق هذه الفرصة وأن نفوز بالمباراة سواء مباراة خارجية أو على أرضنا نحن مستعدون لذلك سواء واجهنا الأهلي أو واجهنا أي فريق في أفريقيا يجب علينا أن نخني عنفسنا بهذا سواء في مرحلة المجموعات أو في المجموعات اللاحقة في دوري أبطال أفريقيا على مستوى الجاهزية وعلى مستوى تشكيلة الفريق هل ينجى أفريقانز فريق الآن متكامل هل في كل العناصر المدرب عايزها هل في بعض النواقص في بعض المراكز هل في غيابات أو إصابات مؤثرة ممكن ما تلحقش المباراة النادي الأهلي لا لدينا بالفعل لدينا بالفعل فريق كامل لدينا فريق مستعد قمنا بكل الاستعدادات الخاصة وأيضا لدينا لعابون من المنتخب المحلي من المنتخب الوطني لدينا لعبون مشاركون بالفعل منذ سنوات مع الفريق وأيضا سيكون لدينا استخدامات ولكن هذا في الانتقالات القادمة السؤال القادم لك هو سؤال خيالي خيالي بعض الشيء لو قلت لك تتمنى اللاعب أو اتنين من النادي الأهلي يكونوا موجودين في فريقك مين هما بالنسبة للاعب النادي الأهلي هو شرف أن نحظى بأي لاعب من النادي الأهلي فأي لاعب من النادي الأهلي ينضم لفريقنا سيكون تطوير وسيكون تحسين لفريقنا بالطبع تمنى بيرسي تاو هو لاعب نتمنى أن نراه بجانب فريقنا هو لاعب قوي جدا وحينما انتقل هذه النقلة الكبيرة من جنوب شمال إفريقيا فأعتقد أن هذا كان رائعا وأيضا وأيضا نتمنى ولكن لدينا لعبين بالفعل رائعين يستطيعون أن ينافسوا سيأتون لمصر وأيضا لديكم أندية كبيرة في مصر بجانب الأهلي لديكم بيرميز على سبيل المثال فلديكم لاعبون رائعون ولكن اللاعبون التنزانيون قادرون على المنافسة ونحن مستعدون جيدا لهذه المرحلة وأعتقد أننا نتحسن شيئا فشيئا ونأمل أن نرى الفريق وأن نرى الفريق يوما ما كما هو الحال بالنسبة للأهلي أفضل فريق في إفريقيا أنا بشكرك شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 واحد عرفات حاجي نائب رئيس نادي يانج أفريكنز واحد من الأندال كبيرة في القرى الأفريقية له اسم وابع طويل جدا في البطولات الأفريقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة